أعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما هنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق الغول على أكترهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم معنا لها فهي إلى الأذقان فهم نطمعون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن قلبيهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسراء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة واجر كريم إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في ما من مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أغا المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم مننا بشر يثلنا وما أنزل الرحمن من شيء من أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا لطائركم معكم ما يذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضعني وإليه ضدون أتخذ من دوني آلية هي لإذن الرحمن هي لإذن الرحمن لذر الله أغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمانت بربكم فاسمعون إلى ذخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غطر لي ربي واجعلني من المقربين وما أنزلنا على قومي من بعدي من ججود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا بيستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يعجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ودعنا فيها جنات من نخير وأعناب وفجرنا فيها من الغيون ليأكلوا من ثمره وما عملت ويدهما فلا يشكرون سبحان الذي خرق الأزوال كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تغدير العزيز العليم والقرر قدرناه منازل حتى عادك الغلجور القديم للشمس ينبغي لها تدرك القمر وللنيل سابق النهار وكل في فلك يسمعون وآية لهم أننا حملنا ذضي يدهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرق لهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتع الإلهين وإذا قيل لهم اتدقوا ما بين أيديكم وما قلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آياتهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها مغنظين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال لذين كفروا لذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم من لا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ننزلون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى آلهم يرجعون ونسخ في الصور فإذا من الأجذاتين ربهم ينسلون وقالوا نجابين لنا ما بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين مؤذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنجنة اليوم في شغل فاكرون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكرة ولهم ما يدعون سلاما قولا من الرب الوحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدود مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّمْ يَمِنَّكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْطِلُونَ هَذِي جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُعَدُونَ إِصْنَوْا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْرُونَ اليوم نختم على أفواههم وتقدمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولولا شاء لطرسنا على أعجلهم فاستبعوا الصراط فأنا يبصرون ولولا شاء لمسخناهم على مكان دين فما استطاعوا مضيئا ولا يعجلون ومن نؤمنه ننكسه في الخلق أفلا يعطلون وما علمناه الشعر وما ينبغينا إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وذلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولوم فيها منافع ومشارب أفلا يسكرون واتخذوا من دون الله آلية علمهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنة محضرون فلا ليحجنت قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يغللون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال ما يحيي العظام وهي عظيم قل يحييها الذي أنشىها أول برة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا آتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يقلق مثلهم ما هو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان وعن النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطوخ الميزان وأقيم الوزن بالقصط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكية والنقل ذات الأكمام والحب ذو العصف والضيحان فبأي آلاء ربك ما تكذبان خلق الإنسان من صلصال وخلق الجلجان من مارج من النار فبأي آلاء ربك ما تكذبان رب المسرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ما تكذبان مرج البحرين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغي الغيان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يخرج منهما النغلو والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان ولو الجمال المنشأت في البحر كالعلام فبأي آلاء ربك ما تكذبان كل من عليه أنفان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك ما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربك ما تكذبان سنفرغ لكم أيها السفلان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يرسل عليكم شعاز من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربك ما تكذبان 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 هذه آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيه ما من كل فاكية زوجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان 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 فيهما عينان نقاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حول مخصوصات في القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثون إذن قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والذكرام